يا حي يا قيوم برحمتك أستغيد في رفع هذا الدعاء مناسبة بديعة فإن صفة الحياة متضمنة لجميع الصفات الكمال مستلزمة لها وصفة القيومية متضمنة لجميع الصفات الأفعال ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية فكمال القيومية لكمال الحياة فالحياة المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البدى والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البدى فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال